هل كان ممكن أأجل موضوع الطاقة لمدة عشر سنين وهنجي تقول لي أنت جاهز للسبال مستثمرين أقول لك لا أنت جاهز تعمل ربط كهربائي مع الدول الجوار أقول لك لا خلي بالك الرابط الكهربائي هو عبارة عن ده التطور الكبير في الكهرباء في العالم العالم كله عايز يبقى شبكة واحدة عشان يبتدي تبادل الطاقة تبقى لظروف كل بلد واحتياجاتها طيب أنا عبقى جزء من المنظومة دي إزاي وأنا القطاع عدي متخلف جدا مش متخلف بس أن فيه احتياجات بواطن عايز يعيش ويتبسط أن فيه نور لا أنت عايز زولة تقوم الدولة مقتضية حاجة تانية نرجع تاني للسياق إذن السياق اللي أنا بتكلم فيه هو سياق كل دولة تبقى لنظروفها مع فرضية نجاح السياق ده ودي مسئولية مين حكمها وهنا المسئولية وفي ظل هذه التحديات تتغير الأولويات تحدثت فخمة الرئيس عن التعليم وأنه يحتاج أكثر من 250 مليار أيضا دولار والصحة أيضا هناك تحدي كبير على مستوى الصحة في ظل هذه التحديات رؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي بالطبع هناك رؤية هناك خطوات جادة لإيجاد الحل أو البدء في مواجهة هذه التحديات من أين يمكن البدء؟ شوف أنا حقول لك اللي ما تدرش تعمله كله ما تسيبهش كله فكان المسار هو دايما طرح أفكار تحلي بها المسألة نبدأ بجودة الصحة أنت تعرف أن مصر كانت من الدول يعني لها حجم كبير من المصابين بفيروس سي مش كده؟ المصار ده لو كان ماشي تبقى للمصاري الطبيعي في معلويته كنا لغاية دلوقتي وأنا بكلمك تفضل مصر من أوائل الدول اللي في العالم اللي عندها الفيروس سي لكن بما أضرب فكر اتعامل قدرنا أن احنا نقول النهاردة مش نهاردة بقى من ثلاث سنين أن مصر دولة خالية من الفيروس سي حاجات أخرى كتير زي كده فأنت بقيت تستهدف بمبادرات يا فيصل تستهدف التحديات اللي عندك بدل ما تعمل سياق عام يعني تقول إيه؟ إن أنا اللي حعمل تأمين صحي كامل للدولة المصرية بتكلفته طيب إحنا عاملين حسابنا على كده إحنا عاملين حسابنا أن إحنا نعمل تأمين صحي كامل خلال عشر سنين كانت الفكرة والخطة خمستاشر قلنا حنضت ونخليها عشر طيب لغاية لما أعمل ده لغاية لما أعمل التأمين الصحي الشامل الدولة المصرية كلها المئة مليون أو المئة خلي بلق كمان تلاتين سنة على الفين مثلا خمسين أنت بتكلم في خمسين مليون زيادة كمان طلبت التعامل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال وقلت نرحب ويعني سنمنح ميزانية الدولة لمن يدير على سبيل المثال المستشفيات يعني خمسين مليون إذا كانت تخصصها الدولة لإدارة مستشفى تقدم لرجال الأعمال وطلبت أيضا من لديه أفكار أن يتقدم الكلام ده عملناه ده كلام كويس أو أنت بتطرحه لوقتي أو نحطه احنا الكلام ده طرحناه في المستشفيات وفي المدارس وفي التعليم أن احنا نقول النهاردة ندخل القطاع الخاص يخش يشتغل بقدرته على الإدارة الجيدة وإحنا كدولة نساهم معه في تكلفة احنا مستعدين نتفحها وهو يكمل بقية الموضوع يعالج على مستوى القطاع المدني بفكرة القطاع الخاص والشريحة بتاعته كدولة اللي أنا عايزها يبقى هو ملتزم بيها دمن بورتوكول العلاج لكنك عتبت على رجال الأعمال بأنه لم يبادروا بالتعاون مع الحكومة بالشكل الذي ترجوه على الأقل فخامة الرئيس أنت مش كل اللي أنت بتطرحه الاستجابة بتاعتك بتتحقق في الوقت المدى الزمني بتاع التجربة المصرية كلها حتى الآن كم سنة أنت بتتكلم في 2011 كانت فوضى كاملة صحيح أنت بتتكلم في 11 و 12 و 13 الدولة كلها قيمة وفيه فصيل عايز يهد الدنيا وبعدين الشعب تحرك عشان يغير وبعدين دخلت في تحدي تاني أن ده كان كله بيتعامل وفيه إرهاب بيستهدف الدولة المصرية إرهاب يعني إيه فصيل يعني تفجير مدارس تفجير كنايس تفجير جوامع تفجير بنية تحتية مقتل ناس في الشوارع كان ناس في الوقت ده المصرين يقولوا إيه ادونا الأمان وما ناكلش ادونا الأمان خلونا نمشي في الشوارع بأمان وسلام ومش عايزين ناكل أنت النهار ده يعني بتعوضوا شديد برضو يا فصيل الإرهاب ده بقى تاريخ بقى إيه تاريخ تاريخ فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا